صباح الخير يا ريم وفعلا فيه فيديو انتشر بسرعة البرقة على كل مواقع التواصل الاجتماعي لرجل وابنه وهم بيحكوا تفاصيل اعتداء اشخاص على الابن وانه هما احتجزوه تحت الارض وانه عاد من الموت ووزارة الداخلية وضحت حقيقة القصة ان كانت فيه مشجرة حصلت في منطقة شبرة فالابن ده يعني تدخل في المشجرة لمناصرة احد الاطراف فاتصاب في المشجرة يعني اعتدى عليه احد الاطراف اللي كانوا في المشجرة فاتصاب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وقتها ولكن اتفق والد الشاب المصاب ده انه ياخد تعويض مالي مقابل يعني الاصابة يعني تعويض عن الاصابة فعلشان الاطراف ما التزموش بالاتفاق وما دفعوا لهوش المبلغ ده صوروا الفيديو واختلقوا القصة دي علشان يشهروا بيهم او يضغطوا عليهم لدفع المبلغ اه يعني صراحة جصة غريبة لكن ما ادريش فيه حكايات غريبة بتحصل في هذا العالم ايضا موضوع ثاني وهو مقاطعة الاسماك طب ليش النهارده فعلا يريم اليوم التاسع على حملة مقاطعة الاسماك واللي بتشمل 15 محافظة طبعا اكترهم محافظات ساحلية زي اسكندريا وبرسايد والسويس الحملة دي علشان يضغطوا على التجار انهم يخفضوا سعر الاسماك تدريجيا وبالفعل المقاطعة يعني اسفرت عن نتائج ايجابية وبدأت اسعار الاسماك في الانخفاض تدريجيا ووضح منص الحملة ان في بعض المحال اضطرت للاغلاق لان طبعا هما بيضطروا يحفظوا الاسماك موضة طويلة فبتتعرض للتلف لان درجة الحرارة مرتفعة جدا وكمان علشان حفظ الاسماك بيضطرهم ان هما يستخدموا بلوكات التلج طول الوقت فالاقبال الشديد على بلوكات التلج خلال العشر ايام اللي فاتوا ضاعف تمانها فبدأت المحلات يعني تخسر فبدأت انها تغلق لحد ما المقاطعة تنتهي دي طبعا التجار اللي بتعاند مع المستهلكين لكن فيه تجار كتير بدأت انها تخفض فعلا تمن الاسماك وبيقولوا ان المقاطعة دي هتشمل بعد كده البيض واللحوم وكل السلع يعني اهم شي انت كل اللقاطعة نجحت في انها تنقص الاسعار وترجحها زي ما كانت وهذا شي جميل نادح جازي من القاهرة شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح